ونبدأ من البورثة المصرية التي أغلقت تعاملات اليوم على ارتفاع في مؤشراتها بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 4 مليارات وستمائة ثمانية وسبعين مليون جنيه وصعد مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة ثلاثة وسبعين من المئة في المئة يغلق عند مستوى ثمانية وعشرين ألفا وتسعمائة اثنتين وتسعين نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة بلغت تسعة وثلاثين من المئة في المئة يغلق عند مستوى ستة ألاف وستمائة أربعة وثلاثين نقطة وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعا قفز سهم شركة كوبر للاستثمار التجاري بنسبة عشر بالمئة فاصل خمسة وعشرين يغلق عند ثمانية وأربعين قرشا يلي سهم شركة المتحدة للإسكان والتعمير بنسبة ثمانية بالمئة فاصل ستين يغلق عند ستة جنيهات وتسعة عشر قرشا ثم جاء بالمركز الثالث في الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم شركة منفيس للأدوية بنسبة ستة بالمئة فاصل ثمانية وثمانين يغلق عند تسعة وثمانين جنيها وتسعة وأربعين قرشا بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعا سهم أصول الوساطة في الأوراق المالية بنسبة بلغة خمسة بالمئة فاصل اثنين وعشرين يغلق عند اثنين وثلاثين قرشا